على العراقيين أن يدركوا أن الغرب تعب من إرسال الأموال إلى العراق بهذا افتتح الكاتب الأمريكي دانيل دي بيتريس مقالته في صحيفة ناشونال انترست الأمريكية فالفساد المستشري داخل النظام السياسي في العراق هو الذي تسبب في إحجام الغرب وخصوصا أمريكا عن تقديم الدعم المالي سواء لإعادة الإعمار أو كمساعدات عسكرية وأمنية أضف إليها ما وصفها الكاتب بالنزعة الانتهازية والطائفية التي ما زالت مسيطرة على مفاصل الدولة في العراق ولعل إحجام الدول الكبرى عن دعم العراق خلق لدى الحكومة في بغداد إحباطا كبيرا من مصول المساعدات على الرغم من إعلانها انتهاء الصراع المسلح ولو بشكل نظري وهو ما ترجمه مؤتمر المانحين في الكويت لإعادة الإعمار الذي تحول من مؤتمر للمانحين إلى مؤتمر للدائنين فالعراق وبحسب تقديرات أولية يحتاج إلى نحو 88 مليار دولار أمريكي لإعادة ما دمر خلال الحرب ضد تنظيم الدولة إلا أن مؤتمر المانحين ذاك لم يسفر إلا عن 30 مليار فقط جلها على شكل قروض وليست منحا ولا مساعدات وهو ما يفاقم الأزمة ولا يحلها ولعل الحديث عن حاجة العراق للمساعدات وطلبه الدائم لها وعدم قدرة حكومة بغداد على تحملها يفتح الباب أمام تساؤل حول مصير الأموال العراقية المهربة إلى الخارج والتي قدرت بأكثر من تريلون دولار أمريكي وهو رقم يغني العراق عن طلب المساعدة من أي مانح بل يعيد العراق إلى أفضل مما كان عليه لكن عضو اللجنة الخارجية النيابية هلال السهلاني أشار في هذا الصدد إلى أن حكومة بغداد والبرلمان لم ينجزها شيئا بملف استرداد الأموال المهربة وأن التسيب والعجزة الحاصل بحسب السهلاني يحول إلى اليوم دون استعادة تلك الأموال فضلا عن العوائق القانونية التي تفتعلها الدول المحتجزة للأموال لكن السبب الرئيسي كما يقول السهلاني هو تقاعس الحكومات المتعاقبة في العراق والفساد المتغلغل في مفاصلها كافة وهو ما دفع صاحب المقالة الأمريكية القول إن على العراقيين حل مشكلتهم بأنفسهم